اهلا بكم في قناتكم قناة هيل بميتوين اليوم هنتعلم ازاي هنكسب من الاعياد الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية يوم ابقى عشرين واحد بيبقى عيد اسمه البيلي لافدي اتنين اتنين بيبقى الجيل لانت ممكن نستغل لهذا العيد اه في ان هنكسب فلوس من خلال تصميمات هتكون سهلة وهنبدأها من اي تو زد في هذه الحلقة وده الجزء الاخير من سلسلة التصميم اللي بدأناها في هذه القناة اه طبعا عندي ابقى عشرين اتنين اعياد الحب بفالنتان دي وعندي عيد الام خمسة اه اه اتنين خمسة عيد الام طبعا بيبقى فيه تصميمات وتصميمات قبل هذه المدة ممكن بتزق اسابيع ولا حاجة فاحنا بالنسبة لنا ابقى عشرين واحد في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن البيلي لافدي وقبل اتنين اتنين هنحاول ان هنتكلم على الجرين لانت ولكن احنا في الحلقة دي هننكلم او هنعمل عن الفالنتان دي بنسبة لعيد عيد الحب وهنتعلم ازاي هنعمل التصميمات المختلفة اه الحاجة التانية لو جينا الى الموقع وبحثنا كتبنا في البحث اللي هو الفالنتان دي هيجيب لك شوية تصميمات كده انها تصميمات سهلة انت ممكن تقدر تقدر تعملها او تعمل احسن منها يعني حتى نبص على المرج ده كده هتلاقي ان التصميم اصلا مش باين في المرج يعني ان الفوق ده هينزل تلاحة التحت شوية اه تصميم ده ب12 دولار اه في تصميمات تانية موجودة هي طب ازاي حاجات كلها يعني بسيطة ممكن ان انت تعملها اه هنتعلم في الفيديو ده ازاي حنعمل مجموعة من التصميمات واللي احنا بالفعل بدأنا بها هنشوف شوية تصميمات كده شوف تصميم ده مثلا وليكن مثلا عيد الحب ده احد التصميمات الموجودة اللي احنا عملناها ونحاول نعمل زيها دلوقتي اه خطوات بالتفصيل اه ده نفس الشكل بس بدون اي كتابة يعني كيمة الايو دي مش موجودة اه بدأناها دلتا اللي احنا بدأنا نكتب بالشكل ده كده ازاي نعملها تمام بالنسبة للتصميم وممكن كيمة ازاي دي كده وممكن نكتب بالشكل ده طب ازاي حاجات ده هنعملها تابعونا بعد الفصل اهلا وسهلا بكم من جديد واخر حلقة من سلسلة التصميم اللي بدأناها في القناة معنا الاداة المجانية وهي اداة موقع المني موقع امومة جدا ولو جينا هنا وكتبنا دي وقلنا نبحث عن هازي الكلمة تمام هنلاقي حاجات جميلة جدا عن دي هتلاقي الشكل ده هتلاقي الشكل القلبي ده هتلاقي الحاجات الجميلة دي موجودة وكلها بتكون مجانية وبدون حقق تمام تقدر تستخدمها في كأنفا تموت تستخدمها بعد كده في حاجات بتكون جميلة جدا وحاجات بتكون جاهزة. ومسلا اه ممكن نشوف شكل كده هنعمل مع بعض كده وهنشوف الكتابة بتتعامل ازاي? اه هنا حسان بنسبة للحيوانات و هنبص كده على حاجة تعجبنا كده. طب عند شكل جميل جدا ليه القلوب? وده شكل موزيكا. موزيكا جميل جدا مش شكل ده جميل قوي. ممكن ان احنا نستخدمه في موضوع التصميم او ديزاين. في حاجاتنا موجودة جاهزة بس منفعش استخدامة كده لازم انك تعدل عليها. اه هنجد الحاجات ده كلها بتكون موجودة. تعالوا لنقل تصميم كده مع بعض. وليكن مسلا انا عجبني التصميم ده. تمام? هلغط عليها. وبعد كده طبعا دي بتكون مجانية. اه هنيجي هنا ونقل له اه داونلود. في داونلود. وانحدد الجي بي جي. اللي اعلى جودة اللي هي الواحدة سبعة من عشر ميجا بايت. بداش اقل ده. وتقول له داونلود. داونلود هنقول لك سجل بالايميل بتاعك. بس ساين ان بوسط الايميل. مش لان تكون مسجل قبل كده. بقى اي حساب من حساباتك انت مسجل عندك. اه هنا طبعا طلب بينك بصورة عشان انت خش. هنكتب البصورة كده ونجيلكو تاني. طب اه اه انا تقديل بصورة طلاغات. نخش بحساب تاني كده. اسهل شوية. نقول له نوسانكس. خش بقى اي حساب. بحيس ان انت تحمل اللي انت عايزه. دخلنا بحساب تاني هوا. وبعد كده هنقول له في داونلود. وحددنا على حاجة خلاص. وتقول له داونلود. بيبتدي ان هو اي حملها? تمام? يبقى هو كده خلص التحميل. نيجي بعد كده الى موقع الكنفا ونشوف ازاي هنعمل الموضوع ده. طيب. انا كده خلاص التحميل خلاص. وطبعا في موقع الكنفا. اه طبعا عشان نيجي نصمم. انا هنصممت الشرطات. هيبقى عندك الواجهة الموجودة بالشكل ده. بتيجي هنا. وهن بالصفحة الاساسية. لو انا فتحت الصفحة الاساسية. زي ما تفتح عندكم. هتكون هي بالشكل ده. وطبعا احنا كدنا وضحنا قبل كده ازا نعمل ايميل جامعي. اه بالنسبة للقناة. ولي مش عايز ايميل جامعي. بايميلك العادي ممكن تشتغل على طول. اه بنيجي هنا اه جنبها هتلاقي كلمة وهنيجي هنا على كلمة زي ما تعلمنا في الحلقات السابقة. وهي ملاحظة اللي ما شايفش الحلقات السابقة يقدر من الحلقة ديا ان هو يجمع كل حاجة. انا عايزة اعمل ديزاين باجي هنا. شفتوا الكتاب عاملنا بالشكل ده ازاي. ما يجي هنا نقول له كريت ديزاين. واقول له كاستم ديزاين. وهنا بنسبة اه ديزاين بتاعنا هيكون اربطاف خمسمية. في خمس تلاف وربعمية بيكسل. واقول له كريت نيو ديزاين. بعد كده هيفتح لك اه نفيزة جديدة كده بالتصميم الجديد او بالابعاد الجديدة. طيب احنا دلوقتي حملنا هيجي هنا على كيمة زي ما تعلمنا قبل كده واضغط على كيمة تمام عشان تحمل الحاجات اللي انت حملتها نحمل للشكل ده في البداية. والشكل ده عجبني جدا. سيبه يحمل. هو كده بيحمل اولا. وبعد كده تقدر انك تستخدمه. الحاجات الموجودة على ديزك توب ولانت حملتها على الموقع على حسابك على الموقع. هضغط عليها واقوم ساحبها بالشكل ده كده. تمام? يبقى شكلها بيكون جميل. طيب. انا حبيت اخلي الشكل ده هو الخلفية. هو يبقى انا كده خليتها كلها خلفية. تمام? آآ ده بالنسبة ايه لأ خلفية? خلفية جميلة جدا. طيب الاول لو انا مش عايز اعملها خلفية ممكن آآ هنعمل باك مسلا. ولو لا مش عايزها خلفية. انا عايزها كده بالشكل بيكون افضل. وممكن انزل بيها بالشكل ده كده. وممكن نيجي بعد كده ونكتب له مسلا حبيت اكتب بعيد مسلا الحب. اللي هو ممكن نضيف حاجة اللي هي. آآ لو انا جيت الخط ده الخط ده عجبني. مش قدم مشكلة. تتشوفوا على الحساب الجميعي هتلاقي كله فاتح معك. يعني ده حساب جميعي هتلاقي كله فاتح معك. مش هتلاقي في مشاكل. آآ خط الخط ده وحطه هنا كده. وتعالوا نكتب مسلا كلمة. نعلم على كده. طبعا الحجم الجبير جدا. وتعالوا نكتب كلمة هابي. بالانتين دي. نكتبها ونعود اليو كتاني. طبعا كتبنا كلمة هابي. بالانتين دي. وطبعا الكتابة كانت مغطية. لان حجم الكتابة بيكون كبير. سليك تقول ابتدي اقلل سمك الكتابة. هلاقع كده. واعلم على الكتابة بس. هتلاقي مسلا ان الاكشن بيكون بسيط. لان الاكشن يما تيجي تبص كده هتلاقي ما فيش تعديل بيتم. طالما انت بتصمم ما فيش تعديل بيتم يبقى كده الحجم ده لازم يقيل الاول لانه معدي الديزاين ذات نفسه ومعدي الديزاين الاساسي. فبالتالي انا هباجي هنا في النهاية وهبتدي اللي انا اقلل. اقلل مين الكتابة. بحيس تبقى بالتناسبة مع الديزاين. واقوم بزودها بالشكل ده كده. تمام? على الديزاين. يبقى ان ده الشكل الموجود. انا ممكن ازودها كده حبيتين. بحيس اخليها تملأ ديزاين. وفي نفس الوقت احافظ على الجودة. الكوارتي. بنحافظ عليها. وبعد كده كتبت زي ما بسموها. وممكن نعمل حاجة تانية. انا عايز الخط ده ازا ما اتفقنا في اول الحرقة. عايزين نكتب خط زي ده كده. ده كان تصميم احنا عملناه. عايزين نكتب حاجة زي دي كده. في الكتب ازاي? هيجي هنا وبقوم اعمل معلم على الخط. وباجي على الثلاث نقط اللي هنا. وبعد كده هنقوم ده ضغطين على الافكت. وبعد مدوس على الافكت. لو انا حبيت اعمل زل الكلام اللي نعمله بقوم دايس على كلمة الزل ده. انا حبيت اعمله زل. آآ ولو عملناه بالشكل ده بدون زل. وممكن اتحكم بالشكل ده اللي هو اللي هو الخط المعتد. ولكن انا بفضل ان هو بيكون لو زل. الحاجة التانية. تمام? ابتدر اتشوف بقى الزل ده. يعني ممكن اتحكم كده في وممكن اتحكم في الاتجاه الزل كده او كده. ده بالنسبة الى الاتجاه لو انت حبيت تتحكم. هننزل تحت شوية كده هتلاقي بالاشكال. هتلاقي نان لانا كاتب ده اسمه نان. ولكن في اللي هو الكرف. بحيس انها خليها بميل. نعلم عليها وندوسها على الكرف هتلاقيها عامل بالشكل ده. بقت بشكل مين? شكل ميل. وبالتالي البعد ده ممكن اقلله من هنا. شويتين كده بالشكل ده بحيس ان هو يبقى او متناسب مع الدزاين. ننزل كمان 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 وهكذا وهكذا وهكذا. بحيس لقيت شوكولاتة يبقى موجودة. يبقى انا كده كده عملتها بمين? عملتها بميل. طيب. هناخد دي كده ونطلع اللي بيها لفوق. طبعا انا وقشة كده كده شكلها بيكون افضل. طيب هنيجي بقى للاااا دسمها باجة على الله وقلم دسمها ايه? هنيجي كده هننقللها شوية ممكن اقللها شوية وقم اعملها كده. تمام? يبقى انا كده كاتب دي وعلى الشكل ده. آآ طيب. ممكن نيجي بعد كده وانا عايز اضيف كمان شكل. هنموضيف شكل يبقى انا داخل على الايلمنت. الايلمنت تلاقي في قلوب وتلاقي في حاجة جدا. ممكن اخد القلب زي ده. تمام? ونحطه هنا. يبقى انا كده هيتحب بيكون ساعة. ممكن اقلل شوية القلب ده. خليه كده. شكله بيكون جميل. تمام? وهنبطيب له هبقى دي. ممكن نعمل حاجة تانية. ممكن نعمل حاجة تانية. لانا حبيت لانا الاون. انا مسلا جبت الشكل زي ده كده. زي انا كنا عاملينه وحبينا نلون الالوان دي. بقى كل الحرف ده لون بيكون محدد ولو لون خاص مين خاص بيه. باجي بعد كده. وهم عملت معلم. وهم جاي على الحرف الاولاني. واقول له خلي ده مسلا باللون اللحمة. اه خلي مسلا ده باللون السود. اه خلي الان ده باللون اللازا بلو. وخلي لابوسطوف اس دي باي لون. انا مليش في الالوان قوي. اه ده اللون ولون كمان اهو. ونخلي ده مسلا اللحمة آه خلاص. فيه عند جرين تحت اهو ممكن نستخدمه. بيش قدنا مشكلة. ممكن ال ال واحدة من دي. طيب لو انا وقفت على كده وشوفنا وصلت وصلتنا الفين. انا ده بالشفت ده. ده اللي احنا عبدالنا نعدل فيه. وتعالوا بقى نيجي على كلمة آآ الهابي دي. ممكن نخلي ده مسلا رد مسلا. وبالنسبة للب اللي فوق دي. ونداها اللون تاني. نداها اللون ده. انا ممكن اديها لون تاني اللي هو اللحمة. انا ممكن اخليتها كلها باللون اللحمة. يبقى انا ممكن اعدلها بش زي ما انا قلنا. انا خليتها كلها لون واحد. ممكن اللي انا اعدل في الالوان واحد واحد زي ما قبل كده. يبقى ده شكل شكل جميل جدا بالنسبة كعيد الحب. آآ هابي من دي. وعملنا قلبي كده بشكل بيكون جميل. بالنسبة للبرع. طيب. انا ممكن نعمل حاجة تانية هنا. انا ممكن اعدلها تاني اه ممكن اعدلها تاني واقول. هيجيب لك تهلك صفحة بتكون بيضة. ولكن انا عايز نفس الدزاين اللي انا عملته ده انا قلو تاني مش هندوس على دبليكيت. لأ هندوس على اقصد آآ ده صفحة جديدة ولكن دبليكيت بنفس التصميم بيعيده تاني شي. يبقى وكده اعدل نفس التصميم. يبقى ممكن نعمل تصميم تاني. الشكل ده يا اخي مش عاجبني من قبل مقاعدنا. ممكن نيجي مسلا ونشوف شكل تاني. لو ده جينا على الابلوت. ولقينا الشكل ده. جميل. يبقى الشكل ده بيكون عاجب. اللي هو وضفنا الشكل ده زي ما شفنا في اول الفيديو. ممكن القلب نقلل له شوية. ونحط ده هنا كده. ونخذ ده زي ما هو. وتعالوا نعمل حاجة. ونخذ ده في النص. ونقللها شوية. وتعالوا نكتب آآ كلمة الاي. انا انا طبعا عاجبني الخط ده. لو انا اجيته وصحبته. وكتبت كلمة اي. وقمت جاي هنا وقمت كتبت كلمة اي ويشها كده. وقلمة دي امت عاملها كده. وجينا هنا. المقلل ده مش محتاجة في حاجة. هناخد نفس الخط ده تاني. وهقوم كاتب كلمة واي. وهقوم حدثها بالشكل ده هنا كده. طيب. القلب ده ممكن اجيبه في النص كده. ونزل تحت سنة. ونزل تحت سنة. والقلب هنا في النص. او اقلها شوية. يتضايين. يعني انا كده. اي. اعمل باتش عمال ديزاين بيكون جميل كده. ا ا لو حبينا كلمة. اي طبعا الفي دي ممكن اخده. واخليها مسلا بشكل ده. ممكن اجي هنا واقول له بالشكل ده كده. ممكن اجي على الاي واقول له خليك باللسود. ممكن اجي على على مسلا الدي. وخليها باللون ده. ممكن اجي على الواي وخليها باللون ده. ممكن انا بصله في اس الاس دي اخليها باللون ده. تمام? الان دي اخليها كده. طيب ال اي دي اخليها نخليها كده بش مشكلة. والايدي نخليها اللون ده. ممكن كده في النص. يبقى كده الجملة تعدلت. ولو دص على كلمة اا دي مسلا. ممكن اعدل دي ممكن اعدلها اعتقد لو منها كده. تمام? يبقى كده جميلة قويا نشوف حتى الكتابة جميلة. طب بالنسبة الى اللون ده مش هجبني انا حبيت اعدل ده عايزه اخليه باللون اللحمة رد هنا فين اهو. وعايز اخلي ده باللون اللحمة اعتقد هتكون افضل. تمام? يبقى انا كده عملنا ازاي تعليمنا ازاي نعمل تصميم وازاي نعدل فيه. وفهمنا الدنيا بتعامل ازاي? لو انا حبيت اخلي الشكل ده كليك يمين عليه. وبقى عامل اللي هو النرى بخليه آآ للباك جاوت. آآ الحاجة التانية اللي هنتعلمناها ايضا انت بتحكم في اي حاجة. لو ضغطنا هنا على تلات نقطة دول هيجيب لك الانيميشن والبوزيشن والافكت التأثيرات والافكت هجيب لك بقى الخطوط. حابت تعمل خط او لا تب الاتجاه كده ولا اتجاه كده. تب الافست. آآ كده تب حابت تعمل خط دابل آآ اتنين من فوق بعد دابل. تب بينهم آآ لون بيكون ابيض. آآ ده كلها حاجات بتكون مهمة جدا في التصميم. اعتقد كده الموقع بقى سهل جدا معنا. تمام? وكده تصميم بقى سهل. يبقى احنا كده ده الجزئية الاولى. وبعد كده هنيجي واقول الدزاين ده هنحطه بقى في الجزء التاني. هيا هنحطه على الموقع اللي هو هنشوف ازاي. بس هيجي هنا وهناعمل داونلود. هناعمل داونلود لالاة. خلاص مفيش مشكلة. وهنقول له الاة يقول الصفح الاولى والتانية ده بيجي الاولى وده بيجي التانية ما فيش مشكلة وهنقول له داونلود. يبقى كده هيحملهم وهنيجي للتصميم اللي احنا عملناها قبل كده. طبع ده بنفس الشكل بالكيمامات بالحاجات ده كلها. وليكن مسلا الشكل ده مش عاجبني قوي يعني مش حلو قوي. حاسة بعيده. اعتقد والشكل ده بيكون جميل يعني اعتقد بيكون مميز. اه لو انا حبيت آآ الغي الصفحة دي. باجي هنا واقول له ديليت. بناها كده لغيت صفحة. تصميم ده كويس وده بيكون كويس. تلاتة تصميم ده بيكون كويس جدا ومعامل داونلود. ليه تلاتة تصميم دول? واقول له آآ داونلود كمان هنا. احنا كده عملنا داونلود. وبعد كده هنتجه للموقع عشان نحط تصميم ده ونزبطه عليه. ولكن بعد الفصل. انا وسهلا باكم من جديد بعد ما آآ خلصنا الدزام بتاعنا نتجه لموقع عشان نحط تصميم. هتلاقي هنا ابلود نيو دزام نوورك. اضغط عليها وبعد كده ننتجه الى المكان اللي فيه التحميل. هننجد الاحاجات اللي احنا صممناها. كان صممنا دا وصممنا دا. آآ هنيجي بعد كده ونقول له مسلا. هناخد الدزاين اللي هو ده. اللي هو الاولاني. هنشوف شكله بيكون عامل ازاي. هيبتدي يحمل الدزاين. هنوقف الفيديو عما يحمل الدزاين. وهنكتب العنوان وهنكتب التاج وهنكتب الديسكيبشن. ونعود لكم بعد الفاصل عشان وقت الفيديو. آآ طبعا بعد ما حملنا الدزاين الاولاني. وطبعا هنعملوا على الدزاين ده. هنعملوا على كل الدزاين. انا سميت التايتل بالانتاين دي. آآ التاج كتبت بالانتاين ديل. وانا تفصل بين التاج والتاج التانية على متقامة. طيب نستغل الموضوع ده فيه اداة تمام معانا مجانية. وهي الكي ووعد طول. وده موقع حسابه لكم في صندوق الوصف. الموقع ده هيجيب لك التاجات كلها. اللي انت محتاجها في الدزاين. ولكن مسلا انا لقيت فالانتاين. آآ طبعا ده بتيجي هنا في الاول فالانتاين دي. وتقوم عامل بحس. هجيب لك التاجات ده كلها. آآ طبعا الكلمة دي البحث عنها خمسمائة وخمسين الف. فالكلمة دي كلمة مهمة جدا. وده تسعين الف. والجفت. وممكن نقول ايه تاني هنا من الحاجات المهمة. طبعا اوه هجيب لك بقية البيانات هنا. تمام? علشان محتاج عدوية بتكون مدفوعة. ولكن بالنسبة لك انت كمجاني انت هتشوف الخمسة الاوائل هم بيكونوا الطوب دايما. دايما الخمسة الاوائل بيكون هما الطوب. آآ هناخد اول خمسة دول. او ستة. وبعد كده هقول له كوبي. تمام? آآ وبعد كده بنا جدا جبت او جبت الكلمات المفتاحية اللي هنا هنحطها. وهنجي هنا ونقوم عابلين كمع. طيب دي بنقول له والتانية. وبعد كده. هنقول له مسلا هنا كمع. بنطلع البقيه. وباجي من هنا بنقول له كمع. وناخد له فوق. وبعد كده هنا نحط كمع. وبعد كده هنجي هنا نحط هنا كمع. وباجي هنا نحط كمع كمع. ونطلع دي فوق. يبقى انا كده كتبنا الاتحاجات بتاعتنا. آآ بعد كده بالنسبة للوصف. ممكن ناخد نفس الكلمات احنا كتبناها دي وهنكتب الحاجات دي. في في صندوق الوصف. آآ جميل. يبقى انا كده خلصنا الجزئية دي. طبعا لو انت عندك لغة تانية وفي حاب يكتب باللغة الفنسية او لغة اسبانية متاح بالنسبة لكم. آآ نكابل الفيديو مع بعض. بعد كده يا شباب احنا كده خلصنا التصميم بتاعنا. هنبص كده هتلاقي تصميم موجود على الشرطات. انا كده فيش قدنا مشكلة. هنا كده يعني انا متفعل. وهنا عاجبني وعاجبني. ولكن هنا على كسكتة كده مش عاجبني خالص. هنا على كسكتة هنا. مش مش مزبوط قوي. بنقوم جينا وعملين بالنسبة للكسكتة. طبعا انا خلتها كده اعتقد الشكل مش هيكون مناسب. الشكل مش هيكون مناسب بالنسبة للكاب. وبالتالي هنجي هنا مسلا اقول له وبعد كده هنيجي تاني للكاب واقول له اه انا بل ديا لقا. خليها مش عايزة مش حالو. هنا تصميم هنا تمام. هنيجي هنا تصميم مش مش هنا بغضة ارضة مش مناسب. وبنسبة ليه الكم ده اسود وبتاع هنقول له وانا هنقول له لقا مش عايزه يفعل ده. ده خلاص سيبه. وده طبعا فانا لما مينفعش ان في اجزاء منها معطوعة هقول له المش مزبوط المش عاجبك اعمل له لانه مش هيتبع. اه هنا اعمل له. هنا جميل منفعش مشكلة. هني وده لقا مش طبعا لقا مش دي سيبل. المجات هنا دي سيبل. وهنا دي سيبل. هنا هو دي سيبل لوحده. آآ بنسبة ليه الباك. انا ممكن اعدل دي شوية في الباك ازي بقا تحت شوية لو في امكانية. لو كده لو شفتها هكون اعمل ازاي? ممكن تمشي. لكن ليه مش هتمشي. ليه تمشي ما فيش مشكلة. ليه ما تمشيش. ليه ما تمشيش. حتى جبتها كده مش هتبقى مظبوطة يعني. كده مش هتبقى تمام. ايه هنا هي بفلانتين دي. اعتقد التلاتة دول مش هيكونه تمام. وده مش هتكون تمام. والاستازة دي مش هتكون تمام. وطبعا حتى تصميمه على كل حاجة. ده دي سيبل وهنا نقوله ده ممكن تمشي. طبعا تصميمه هينفع لحاجات وحاجات الان هنقوله هنا دي سيبل. وانا هنقوله دي سيبل. ما تباشر كله وتمشي. ما انه مش هيتبع. يبقى انا كده حددت اللي انا عايزه ايه? وايضا دول مش هيكونوا دي سيبل. بنسبة. ولا دي هتبقى تمام. يبقى احنا حددنا حاجات معينة بس بالنسبة لموضوع الدزاين ده. تمام? اه حددنا الحاجات اللي هو الحاجات اللي احنا علمنا على علامة صحة عليها. وبعد كده بقوله في النهاية خالص بقوله احفظ العمل. هنا بيقول اه طبعا لا. اه بحتوى يعني مناسب للجميع. وبعد كده هقوله سيف الورك. اه طبعا نقول لك اتفاقية. ايه هافظة هي تسيل برودكت بباش مشكلة. قرارنا الاتفاقية خلاص. وبعد كده بيقول لك كام في المية? لو حدد ما يوصل الى مية في المية يبقى هو كده ضف على الموقع. وده في الدزاين الخاص بك. كده الدزاين انضاف على الموقع وقال لك تاكس. وبعد كده هيفتح لك الصفحة الخاصة بالدزاين. او قال لك ديزاين بابلشت. طب ما ناشر الدزاين. اه قال لك انه هو ممكن يقعد حوالي وابع ساعة كمان عشان يظهر الناس كلها. بفيش قدنا مشكلة. ده بالنسبة الى الدزاين. اه طبعا ده موجود علاقة الشرطات زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لو انا جينا هنا اه للدزاين اللي احنا عاملينه. اه طبعا لو انت حبيت تعمل على الفيسبوك او تويترا او اي حاجة من الحاجات دي بالنسبة كتصميم. اه ممكن انت تعمل دعاية للتصميم الخاص بك. لو انا جيت هنا وقتوله على الفيسبوك. وبعد كده هيفتاح حاجة الفيسبوك وهتعمل شير بعد كده. طبعا ما يحمل وتعمل شير. اعتقد كده الموضوع بيكون يعني منتهي. اه بتمنى التوفيق للجميع. وانتم تتعدده في التصميمات. مش مش لازم تعمل نفس الدزاين اللي احنا عملناه لانت تتعدل في التصميمات. وحط خمس تصميمات ولا حاجة. وبعد كده هيكون الموضوع هيكون شكله بيكون جميل وجذب. للجميع والسلام عليكم وحط الله وبكاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة